السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم متابعين في كل مكان النهار ده هنحل مع بعض نمازج الامتحانات او نمازج المحافظات اللي موجودة في كتاب المعاصر ان شاء الله هنحلها معاكم بطريقة سهلة و بسيطة لكن قبل ما نبدأ تمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو لأول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة لنبدأ مع بعض زي ما قلت دي نمازج المحافظات للعام الماضي شايفين معايا موجودة في والكتاب ده اللي هو الكتاب اللي بيجي مع كتاب المعاصر الخاص بالامتحانات شايفين معايا الكتاب ده طيب يلا كده مع بعض نبدأ اول حاجة طبعا هنا في مجموعة من النمازج المحافظات بعد نبدأ كده اول حاجة بمحافظة القاهرة اول حاجة بيقول عملية الزفير بيقول بتحمل الاكسجين لا طبعا لانها بتحمل ايه كاربون دايقصيد تمام؟ يبقى انا اقول فولس هنا يعني الشخص اللي بيحدد يعني الطعام الفاسد بيقول من خلال حسة اللمس لا اجابة فولس هجرة الطيور بحصة عن الطعام ده بيعتبر شكل من التكيف السلوكي اه طبعا تكيف السلوكي فانا هقوله اجابة روم الجلد هو العضو الحسي اللي بيجعلك يعني بيجعلك انك تشعر بيه نعومة القماش اه طبعا هقوله اجابة روم تعالوا نحلل لبعضه بيقول العينين بترسل رسائل بترسل رسالة المين للبين للمخ من خلال الاعصاب الخفافيش الخفافيش بتستخدم ايه اكيد كلنا عارفينها تحديد الموقع بالصدم as a means كوسيلة of communication with each other علشان يعني ان هي تتواصل مع غيرها the spinal cord النخاع الشوكي is an important organ عضو مهم of the عضو مهم المين بيقول system النخاع الشوكي احنا قلنا تبع مين تبع nervous system موجود في الجهاز العصبي تمام a tube ambuba with muscles ambuba بيها عضلات that helps to push food ها بتعمل push للفود بتدفع الطعام انتو لمين للستومك اسمها ايه يعني حاجة اكيد قبل للستومك يبقى هيا estophagus المريء ان المريء عبارة عن a tube with muscles يعني ambuba بيها عضلات تعالوا حالة choose one of the behavior adaptation that helps the animal protect itself from enemies واحدة من تكيف السلوكي بيساعد الحيوانات ان هي تحمي نفسيها من الاعداء ده اسمه camouflage اللي هو التموية تمام طيب السؤال اللي بعده بيقول الحيوانات الحيوانات بتواصل مع بعضها البعض عن طريق ايه reading لا طبعا talking تتكلم writing الكتابة ولا عندنا sounds and lights الاصوات والاضواء which of the following allow with the light to pass through اي من التالي بيسمح للضوء ان هو يمر من خلاله طبعا اكيد كلنا عارفين ان هو glass الزجاجة which of the following is a source of light مين في دول مصدر للضوء برضو اكيد عارفينها لان السؤال ده مهم والسؤال ده مهم وعارفين ان fire هو اللي بيكون مصدر للضوء طيب تعالوا مع بعض نشوف السؤال اللي بعده هنا بيقول 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 ان الدولفين بيحدد الكائنات الحية والاشياء الغير حية قصده بيها بيقول تحت سطح المية اشرح يعني ليه اول حاجة هقوله بيقول لان الدولفين بيستخدم خاصية تحديد الموقع في استدر وانه كمان عنده حاسة قوية للسمع اعطي مثال حيوان بيقول ليلي بيعتمد على بيعتمد على احساس وبي الحرارة علشان يحصل على الفريسة عندنا مين هو سنيك الثعباء تمام تعالوا نشوف اللي بعده تعالوا نشوف البج اللي بعدها بيقول رايزين جزا سام اب ار لور ادوان از اكاين انك ترفع الابهان بتاعك لاعلى او لاسفل فده نوع من انواع اللي هي الشفارات السؤال اللي بعده لو سيارة غطت مسافة في وقت بيقول يعني سنيتين لذلك سرعة السيارة كام يبقى انا علشان اجيب حقول عندنا عندنا كام تن حايدين فايف عندنا هنا وعندنا هنا سكن ديبقى فايف ميدر سكن انا هنا في نشتيت سؤال قبله هي اي بيقول يعني حيوان ليلي تمام خلاص حالي نمبر سري تعال نشوف نمبر فور يعني جذور نبات النخيل بيساعد ها اي هي يقف يعني انه بيقف بقوة ضد الرياح اه تمام دي صح تثبيت النبات في التربة تمام يعني الوصول للمية تحت الارض اه تمام يبقى رح اختار كل اللي فوق بيقول هنا القوة اللي بتسبب ان الشي بتحرك مسافة اسمها ايه اسمها اللي هو الشغل تمام طيب تعالوا كدر مع بعض نشوف هنا الجهاز التنفسي مسؤول عن دخول الهواء للجسم اه هقول اجابة روم الدلافن بيقول عندها حاسة قوية للرؤية لا طبعا هقول هقول هيرنج اسمها هقول فالس بيقول الخشب يعني مادة شفافة او شيء شفاف بيسمح للضوء ان هو يمر من خلاله لا طبعا هقول فالس الارجوح يعني بتحرك لفوق والتحت يعني بسبب ان القوة القوة المتبثلة عليه بيقول ان هي غير متوازنة هقول اجابة روم القوة اللي بتبطأ او بتقلل من صرعة الشيء اللي هي الجاذبية لا طبعا هقول اللي هو الاحتكاك تمام طيب تعالوا مع بعض نشوف كده السؤال اللي بعده القوة او هنا بيقول الطاقة المكتسبة اثناء حركة الشيء اسمها كينتك انرجي الطاقة الحركية يعني وحدة قياس المسافات الطويلة احنا عارفين طبعا كيلو ملرس نور التكايل بيساعد الحيوان ان هو معناها يختفي اسمها ايه اسمها كاموفلاش اللي بعده بيقول هنا بعض الكلاب بعض الكلاب بيعيشوا في بيئة باردة وبعض بيعيش في بيئة حرة تمام in your opinion في رأيك which of them has thick fear مين فيهم عنده thick fear عنده فر وكسيف and why طبيعي جدا اللي عنده thick fear هو اللي عايش in cold environment في البيئة اللي بتكون باردة طيب ليه هقول to keep their bodies warm عشان يبقى جسمهم يكون ايه يكون دافي تمام يبقى السؤال اللي بعده give two examples عاوزنا ندي مثالين الاشياء اللي بتعتبر يعني مصادر للضوء من الاشياء اللي بتكون معتمة والسؤال ده مهم عندنا كارتون الكارتون المستقبلات الحسية بترسل بيقول رسالة من العضو الحسي للمخم عندما عندما شخص يعني بدفع سيارة للامام جسمه بيبدأ ان هو يتعرق بيعرق يعني لان جسمه بيحصل ايه هقول لان جسمه بيبدأ ان هو يستهلك الطاقة المتخزنة تمام طيب تعالوا السؤال اللي لبعض بيحول ايه بيقول هنا انرجي ستورد ان زا ناترل جاس ايه الطاقة بتكون موجودة في الغايز الطبي طبعا عندنا كيميكال انرجي طاقة كيميائية تمام عندما الجسم بيتحرك لقدام تمام يعني التغير اللي بيحصل بيقول بيكون فين تعالوا نشوف دلوقتي القلم هنا انا زا قيته لقدام يبقى حصل ايه القلم كان هنا تحرك لقدام يبقى طول المكان بتاع الجسم يعني تمام تعالوا نشوف اللي بعده بيقول هنا كل من التالي بيمثل قوة دفع مع دمين تعالوا نشوف بيقول هنا شوط الكرة ده بيمثلي دفع لما اغلق الباب بتاع الدرج يبقى ده كمان اسمه بوش لما اعمل برس اون الكتريك سويتش لما اضغط على الكهربائي فده كمان اسمه بوش هو عاوز بيقول لك اكسبت معنا اكسبت دي معادة يعني حاجة غير البوش معنا انه عاوز يعمل بول يسحب فبالتالي هقول يعني نرفع شنطة فكده انا النظام اللي بيساعدنا ان احنا نترجم الرسائل اللي جاية من البيئة المحيطة اللي حولنا او من حولنا يعني زي الشم وزي الصوت هختار طبعا هنا اللي هو الجهاز العصبي اللي بعده بيقول السؤال ده مهم جدا ان احنا نرفع يعني الابهان بتاعنا الفوق او تحت ده معناه ده اسم يعني شفارات تعالوا نحل لبعده there is a sense organ which is responsible for seeing objects الازن بيقول ان هي عضو حسي المسؤول عن رؤية الاشياء هقوله اجابة false المسؤول عن الرؤية هي eye العينين وليس ear the human digestive system breaks down food into nutrients الجهاز الهضمي عند الانسان بيجذ الطعام الى عناصر غذائية هقوله اجابة روم هنا بيقول عندما يعني بيقول مكاني الجسم بتغير تبقى نقطة سبات يقول الجسم بتحرك اه طبعا هقوله اجابة روم احسب سراعة القطار اللي بيغطي مسافة الدقيق 600 كيلو متر في ستة ساعات يبقى انا هقوله من نسبي دي يبقى انا هقوله 600 عندنا الطايم كام 6 هقوله عندنا 100 طيب 100 ايه هنا فيه كيلو ميلرز وهنا عندنا اوار يبقى هكتب كده كيلو ميلرز بير اوار تمام اشوف مع بعض السؤال ده ومن الاسئلة المهمة جدا جدا اي من الاشكال التالية بتمثل انعكاس للاشعة الضوئية من معلقة خشبية وليه اي واحد منهم بيمثل الانعكاس من معلقة خشبية اكيد طبعا ده اللي بيكون سطح خشن يعني سطح خشن تمام فانا هاختار هقوله شكل اي طيب ليه شكل اي هقول سطح بيكون خشن لذلك هو بيعكس يعني الاشاعة في اتجاهات مختلفة والسؤال ده من الاسئلة المهمة جدا جدا في الامتحانات تعالوا نشوف مع بعض الجزئية دي بيقول هنا جرافتي اللي هي الجاذبية هقول القوة اللي بتسحب الاشياء الاسفل فهاختار هنا بي تمام عندنا فريكشن اللي هو الاحتكاك هقول تمام تمام اختار سبيد السرعة هقول هنا المسافة اللي بتغطي يعني لكل واحدة وقت هنا الوضع يعني التاكل المتخزنة داخل الجسم فدي هاختار كده اي تمام وكده نكون خلصنا المراجعة بتاعتنا طبعا زي ما انتم عارفين انا حلت كل اسئلة المتميز الموجودة على الفيسبوك اتمنى لكم التوفيق والنجاح انتظروني كمهان في مراجعة مهمة جدا للماث thank you for watching bye bye